الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي رئيس مؤسسة الشارقة الإعلام وبرفقة وفد رفيع المستوى من إمارة الشارقة بدأ جولته الترويجية للإمارة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تحمل شعار الشارقة أفاق واسعة وفرص واعدة التفاصيل يسردها لنا من واشنطن موفدنا سعيد بغازيين لأنها من أقوى دول العالم اقتصاديا بل وعلى مستوى التعليم والصحة والسياحة وغيرها من القطاعات جاءت جولة الشارقة الترويجية في الولايات المتحدة الأمريكية منطلقة من العاصمة واشنطن حاملة معها آفاق واسعة وفرص واعدة أعتقد أن هذا مرحبًا لأن شارجه يملكون مخلوقات المتحدة لمنه جفت من مراجم إلى مراجم كارك أمريكا وون مهم إلى روح يملكم موجودة من المملكة المتحدة العالم بمهما يتأثم جفت لدينا جميع شارجهم لدينا جفت لعمل تجربة كمقارن ومطورية ومعهما لمحاولة لكلمة المتحدة لأنني أعتقد أن الأولايز مشارعها ينفر في الذهاب الفرحية وكنتيجة أولية ومن خلال عقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين الجانبين أهمها اتفاقيتان بين غرفة الشارقة وغرفة التجارة الأمريكية وأخرى مع غرفة التجارة العرب في أمريكا توقيع اتفاقية مع الغرفة التجارة الأمريكية الهدف منها هي تعزيز العلاقات التجارية بين إمارة الشارقة والولايات المتحدة والتركيز على القطاع الخاص والترويج للقطاع الخاص في كل البلدين يعني الاستفادة من الفرص المختلفة وفي لقاء آخر مع مجلس الأعمال الأمريكية الإماراتية الذي يسوق للفرص الاستثمارية بين الجانبين تم التعرف على الفرص الموجودة في الشارقة بمختلف قطاعاتها من قبل عدد من المستثمرين الأمريكيين لينبثق عن ذلك توقيع اتفاقيتين من قبل مجلس الأعمال مع غرفة التجارة وصناعة الشارقة وأخرى مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق وعلى هامش اللقاءات الرسمية تم عقد لقاءات تعريفية بكل قطاع مشارك مع الوفد سواء من القطاعات الحكومية أو الخاصة بهدف الترويج لكل قطاع بما يسهم في الترويج لإمارة الشارقة بشكل عام قد تكون هذه اللقاءات ما بين وفد الشارقة ومسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية بداية لفرص الاستثمارية في إمارة الشارقة من العاصمة الأمريكية واشنطن لأخبار الدار سعيد بوغازيين